مرحبا برج الميزان أهلا بكم في القراءة العامة أعزائي هاي القراءة تصلح حق الطالع والقمري وأيضا الشمسي أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج الميزان العزيز المتابع ولكن انت اللي لازم تشوف القراءة وتحبت إذا تنطبق عليك ولا لا القراءة هالمرة رح تكون عاما ندور فيها إلى أغلب الجوانب خصوصا بخصوص الحياة العملية بشكل سريع وعام في الحياة العاطفية وأخر القراءة رح نشوف كيف تكون عندك المفاجأة نبتدي بجانب الأموار ونشوف لبرج الميزان شرع رح يكون عندكم التطورات في الأموار أربع الخماسيات لما أشوف هذا الكرد أحس إن هذا الشهر ما رح يكون في الكثير من التطورات المالية أخذ الكرد يقولك أنت محتاج أنك توفر كل فلس أو في كل جانب أنت استطيع أن توفر فيه تتدخر لأن أمامك مصاريف رح تكون شوية غير متوقعة ونحتاج من الحين توفر قرسك الأبيض لليوم الأسفل أو على الأقل اليوم اللي رح تحتاجه فيه بسبب استثمار أو بسبب شي معين أنت في بولك هذا الكرد يقولك اتدخر خلي نشوف الحين في الوظيفة للي منكم عندهم وضائر خلي رح يكون الثابع مرحبا أوكي ستة الأفصان مزيد من النجاح والتطور يا برج الميزان أحسني أنه من خلال عملك وفي فريق العمل اللي أنت حاليا تعمل معاه في الشغل رح يكون عندك مثل تميز في الفترة القادمة يعطونك مشروع يعطونك مهمة جديدة احتمال حتى يكون فيه كلام بينك وبين رئيسائك في العمل بخصوص تحسين وظيفتك تحسين راتبك تجديد عقدك أوكي رغبتهم منك رغبتهم أن أنت تبقى معاهم ويطولون معاك الفترة توقيع أشوفي هنا أحسن توقيع عقود للي منكم ينتظر تجديد عقود وتحسين أيضا اشتراطاتها من ضمنها الراتب ولكن ما أدري ليش من بداية القراءة من هذا الكرد شيفتك يا برج الميزان أحس أنه جدا مهم في الفترة الحالية أن تبدأ في الادخار إلا رح يكون أمامك مشروع مهم حدث كبير تستفر من أجل المال في المكان الصحيح قلنا نشوف المشاريع اللي منكم عندهم مشاريع أو بيزنس أو يفكروا اللي بتحمل زيزة ثلاث كرتات ما أخذها كرت واحد حسنا غصن الصغير غصن المراهق رح يكون في أخبار عندك أو صيطك إذا عندك أوردي بيزنس يا برج الميزان وأنت فتح فتح تصار لك فترة رح يبتدي يبيع صيط عملك يبتدي بين الناس ينعرف إن برج الميزان هذا عنده بيزنس ناجح تعاملوا معه وكي الآخرين يشجعون بعضهم البعض أن يتعاملون معه بخصوص البزنس إذا كنت تفكر في فتح مشروع لحد الآن ما تفتح هذا الكرت يقول لك محتاج أنك تجمع معلومات أكثر قبل ما أنك تتحمس وتستثمر أموالك لأن هذا الكرت يشجعك على الحذر معلومات أكثر بحث أكثر تتعمق أكثر لأن هذا الطاقة البيج ما تكون طاقة ناضجة مثل الملكة مثلا أو حتى الفارس خلا نشوف جانب الدراسة لبرج الميزان العاشقين في الفترة القادمة أمورك الدراسية رح تكون إن شاء الله على أحسن ما يرام أشوفي هنا يا برج الميزان أنه في عندك شيء كان من الفترة يشغلك كان مخلينك مقادرة تركز أمية بالمية في الدراسة ممكن الحب ممكن أمور المادنة ممكن مشاكل قاعدة تصير داخل البيت هو من الحياة بشكل عام كارت مخليتك مو قادرة تعطي أمية بالمية للدراسة مع أنك موجود في تخصصة حبة ومو بدع فيه لطبيعتك يعني حتى فهذا الكارت يقولك في الفترة القادمة رح تسهل عندك الأمور يقلب ضوضاء في حياتك عشان تقدر تركز في دراستك والأمور رح تكون جميلة ومنيحة نفس الوقت خلا نشوفي الباحثين عن هذا كارت برج القوس كارت برج القوس هذا الكارت دائما أحس النام لا تستعجل في قبول أي وظيفة أمامك لأن هذا الكارت تقول لي أن إذا قابلت وظيفة أنت مش مقنع فيها ووقعت عقد بعدين رح تأتيك وظيفة تقول وين كانت عني أوكي رح تأتيك الوظيفة بعدين اللي تحبها أو اللي كنت تتمنىها لأن الوظيفة اللي تتمنىها وتحبها وبانتظرها رح شوي تأخذ وقت زيادة ولكن الوظيفة اللي رح تكون متوفرة أمامك في الوقت القريب ما رح تكون إه هي القريبة لقلبك وإلى هي تتمنىها عرفت عندك وظيفتين واحدة رح تأتيك بسرعة بس أنت مش هر تكون مرتاح فيها ولكن اللي رح تتأخر عليك إه هي الأصلح لك هل أنتوا في الحياة العطفية بالشكل عام ما رح أحدد هل المفاصلين أو المرتبطين ثم السؤال اللي يقول ما هو توافقت مع الشريك لشهر سبتمبر ملك السيو أربعة الأكوان شريكك رح يكون إذا عندك شريك أو منفصل عن شريكك في الفترة القادمة رح يكون بلائما يتعذر بالشغالة أنت هنا في طاقة ملك السيوك عارف أنه لا يوجد مانع لأنك والشريك تقربون خطوة جديدة وتقربون من بعض وتخطون خطوة جديدة مع بعض أنت هنا في طاقة ملك السيوك عارف أين المعلمات التي تحتاجها لكن الشريك يتلكك أو يتعذر أو يتهرب يصطنع المشاعر حتى يصطنع المشاعر حتى مثلاً لو أنت مرتبط فيه لا يروح معاك المكان الفلاني أو لا يعطيك الشيء الفلاني لو أنت منفصلين عشان لا يأتي يرجع في حياتك مرة ثانية يعرف عليك الزواج أو الحو في عنده نوع من لا تأفقه الكسل أيضاً شريكك كسول شريكك يحب أنه يماطل ويؤجل لحد ما تحط على رقبة السيف تتخيره إلى الأمام أو إلى الخلف تعطيه خيار هذا الشخص إذا مات حطيت السيف أمامه وطلت منه اتخاذ موقف واضح وما راح منه ومن نفسه أتوبيني خلال شهر سبتمبر يتخذ معاك موقف واضح انزل خلي نشوف على في جانب الصحة يبرج من الله اللي ما عنده شريك يعني العذاب منكم راح يسويكم إن شاء الله قراءة وصفات الشخص القادم في طريقه فمانية الخماسيات يجب أن تكون في تغييرات جادة بخصوص باسلوب حياتك اليومي قعدتك يكبعكم يابرج النزان مثلاً كثيراً يتمرن او كثير عندك شي تطيل فيه الوقت ياخذ وقت طويل منك الجلسة امام التلفاز الجلوس على الكرسي العمل المكتبي حتى احرص انه ما يسبب لك اي نوع من عند الاغنيسة في الاول اي نوع من مشاكل في الظاهر الانحناء اوقات برج الميزان ممكن ينسى نفسه ينغمس جدا اثناء اللي عمل او اثناء اي شي قاعد يشتغل عليه كون اب كون ام ينسى نفسه فهني تعاني من مشاكل تخص الظاهر كون حذب ان ان دائما تغير وضعيتك تغير حركتك تجلس جدا صحيحة هذا بخصوص الناحية الصحية خلا نشوف الامور القانونية اذا عندكم اي قضية متوقفة او في النظام القضائي كارتين سوف نشوف بدنا كارت واحد بخصوص الامور القانونية بخصوص الامور القانونية اوكي ستة السيوف حسيني يا برج الميزون انه راح يكون عندك نوع من التسوية ولكن ما راح تعاوضك بشكل كامل عن الخسائر او الاستثمار او حتى التعب النفس اللي انت عبته في هاي المنظور نوع من التسوية نوع من التعويض ولكن مو كامل فيه نقص جزء من المسئولية راح تضطر انت انه تعاوضها انت انه تقبل خسارتها قبولك قبولك انه مثلا لوكان لك نفرض لوكان لك عشرة الاف دينار ضد اشخاص معينين فهني احتمال انه راح تحصل ستين سبعين ثمانين بالمية من المبلغ اوكي تسوية او نجاح في القضية ولكن مو بشكل كامل او مثلا حتى تخسر نوع من اوقات في قضايا المحكمة يعاوضونك عن اشياء كثيرة لما تأتي بالادلة بس فيه اشياء معينة ما يعاوضونك عنها هاي نوع من الطاقة ام انزلان خلصنا من الامور القانونية بنشوف الحيش شنو راح تكون امامكم الطاقة اللي تتحداكم خلال شهر سبتمبر طاقة الاستفزاز او التحدي ادكشن الادمان بالضبط نفس اللي حسيته هنا بخصوص امور الصحة فيه تغييرات جذرية ان تحتاج تسويها يا برج الميدان احس اكثر شي هذا الشهر بخصوص روتينك اليومي فيه اشياء تهنين ما تقدر انك تتخلص منها عندين جزء من طبيعة يوم مثلا جلوسك امام التلفازكتلك عملك المكتبي طبيعة عملك عملك فيه تضطر ان تحمل اشياء ثقيلة اشياء ثقيلة راح يكون الصعوبة في هاي الشهر والامتحان لك ان شلون شي تعود عليه وان كان مؤلم وان كان يضرك ولكن انت تعود عليه لفترة طويلة وشلون راح تقدر تغيره تبدل هاي الطاقة انزين تبدل مثلا تعودك ان انت تنسى نفسك امام شاشة الكمبيوتر اثناء العمل تنسى نفسك اثناء ما كذا كذا نسيانك لنفسك ان تكون دائما منتبه لجسدك زين ووضعيتك في الجلوس كيفية طريقة استخدامك لجسدك احس هنا ان الامور الجسدية هي اللي راح تكون تحدي امامك خلال هذا الشهر في شي مضرلك وانت لكن مضطر انك تستمر في عمله خلا شوف الطاقة اللي راح تعاونك خلال هذا الشهر كارت واحد فقط خلال هذا الشهر احتمال كبير ان احد الاصدقاء احد المعارف شخص مقرب منك يا برج الميزان راح يكون مر بنفس التجربة بنفس طاقة التحدي او بنفس حتى الصعاب امامك خلال هاي شهر شخص جدا مقارب لك في العمر في تجارب الحياة في قصته في background story حتى قصته من وين اتها وشلون كون نفسه وشلون تخطى هاي المصاحب اللي قاعدة تتحداك خلال هاي الشهر راح يكون في طريقك شخص جدا تقدر تستفيد من تجاربه لانه تجاربه قريبه من تجاربه وضعه حتى قريبه من وضعه او منفصل او منفصل او منفصل اذا انت متزوج عندك لحد الان مثلا بيبي واحد فهو ايضا متزوج هاي المع من الطاقة تأتون من نفس البلد تعملون في نفس الوكان اوكي هاجرتوا مع بعض في نفس الوقت شي كذي مقاربة اوكي مقاربة مع الشخص راح يكون احسى بالعادة مو صديقك ولكن خلال هذا الشهر راح تجمعكم القصة المشتركة ويفيدك في تجاربه هذا هي الطاقة المعاونة خمسة الخماسيات احسني ان اكثر شي اه اوكي المفاجئة من اجل برج الميزان عزيزي برج الميزان خلال هذا الشهر راح يأتونك الكثير من الاشخاص حاملين القيل والقال القيل والقال عن اشخاص انت تعرفهم اشخاص مقرب منهم اشخاص احتمال جديدين في حياتك هذا الشخص جديد في حياتك ابتديت معه صداق بعدين تسفيدون من تجارب بعض راح يأتي شخص او عدو او منذين بينكم يحاول ان يفرق يحاول ان يخرب بينكم يحاول ان يبحث التحالف مع الشخص اللي قتلك اهني راح يأتي بطريقك وساعدك على المرور او الاستفادة من تجارب تجاربه راح يكون في بعض من هاي النوعية من هاي الاشخاص اللي يبون وان كانوا ما يقدرون يفيدونك المفاجأة ان في ناس يدعون انهم يقدرون يساعدونك وما يقدرون يساعدونك وراك في نفس الوقت يريدون ان يكونوا في حياتك وعندهم اسرارك ما يقدرون يفيدونك يريدون ان يبقون لمجرد البقاء لمجرد الفضول هذا هي المفاجأة الكثير من الفضوليين خلال هذا